وحيدة من المشاكل التي يعاني منها كل مستخدمي الويندوز عند فرماتة جهازهم هي ادخال كود التفعيل الخاص بالنسخة الغالبية الساحقة يتوجهون للطرق غير القانونية كاستخدام كراكات التفعيل لكن هذا قد يؤدي لمخاطر عديدة قد تصل للاختراق لذا في حلقة اليوم نقدم لكم متجرا رائعا يمكنك من خلاله الحصول على سيريال وأكوات تفعيل قانونية 100% رقمي تي في موقع بوب كيز واحد من أفضل المتاجر المخصصة لشراء أحدث البرامج ونسخ السوفتوير بمختلف أنواعها بالإضافة إلى شراء الألعاب من منصات عديدة كبلاي ستيشن وبي سي وستيم وأورجين مع أسعار جد منافسة ومناسبة لن تجد مثيرا لها في متاجر أخرى كذلك يمكنك شراء بطاقات هدايا ستيم وأبستور وبلاي ستيشن وغيرها الواجهة بسيطة وسهرة الاستخدام بحيث تعرض لك كل ما يوفره الموقع في قلب مناسب للعين يسمح بتصفح المنتجات المقدمة والمصنفة وفق الأكثر مبيعا المضافة حديثا أو قريبا الألعاب بمختلف المنصات وأخيرا بطاقات البلاي ستيشن وبطاقات الهدايا بجانب كل ما ذكرناه سابقا الموقع يقدم أكواد تفعيل قانونية لتفعيل مختلف نسخ الويندوز بما في ذلك ويندوز 10 يمكنك شراء هذه الأكواد بسعر 14 دولارا عبر إدخال كود تخفيض 25% الموجود أسفل الشاشة RA25 والمقدم من الشركة لمتابعي قناة رقمي عملية الشراء سهلة وعتيارية عند كل المتاجر خم بالضغط على الرابط أسفله ليوجهك لصفحة الشراء ثم اضغط على Pay Now ستنبثق نافذة تطلب منك تسجيل الدخول إن لم يكن لديك حساب يمكنك التسجيل عبر Sign Up Now أو فقط الدخول بحساب جوجل أو فيسبوك سيوجهك الموقع لإكمال عملية الشراء أدخل كود تخفيض 25% الموجود أسفل الشاشة RA25 أو RQ25 ثم انقر على Apply لتحصل على تخفيض 25% من سعر المنتج ثم اضغط على Submit Order واختر وسيلة الدفع التي تفضلها بعد انتهاء عملية الدفع بدقائق ستتوصل بكود التفعيل إلى إيميلك بعد التوصل إلى كود التفعيل تتوقع عملية تفعيل الويندوز كل ما عليك فعله هو التوجه لControl Panel ثم Control Panel Item System وانقر على Change Product Key اختر Activation وقم بنسخ كود التفعيل ولسقه على النفذة المنبثقة لك بالنسبة للطلاب ومستخدمي حزمة Office بشكل عام في المنقع كذلك يقدم أكواد تفعيل وسريالات قانونية لحزم Office الحديثة تجد رابط الشراء أسفل في الوصف يمكنك استخدام نفس الكوبون السابق للاستفادة من التخفيض تجدون رابط المنقع أسفل في الوصف قم بزيارته وشاركنا انطباعك الأول عنه أسفل في مكان التعليقات نلتقي في الحلقة القادمة من تقرير رقمي مع شرح وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر